اه نكمل احنا معنا حتة بسيطة كده في المحاضرة دي اه حاجة اسمها سبرينج اكشويتور ده اه ده يعني ساب بروجيكت كده او موديول في سبرينج بوت اه من خلاله بنقدر نادينا يعني ايه منتور كده نقدر من خلالها المينتور ماشي ازاي الرماية مثلا بتاعة البروجيكت الهيلسي تشيك بتاعة الايه بتاع الابليكيشن او بتاع البروجيكت اللي انت اشغال عليه فبيديك انديكيتور كده بيعرفك يعني الدنيا ماشي ازاي في الايه في البروجيك يعني بدل ما تعمل الحاجات دي كلها بايدك وتشوف مثلا الريسورسز اللي مستخدمة تشوف الرماية تشوف مثلا السي بيو وصل معك لحد فين بيوفلك مجموعة اند بوينس انا مش طبعا هو مش بيدينا يو اي زي ده كده يعني مش هيدينا يو اي وحاجة انا حاطت بس الموضوع اليو اي ده عشان بس اوضح الصورة الانديكيتورز او اليو اي في الابليكيشنز بتبقى ماشي ازاي بتبقى حاجة شابهة بكده بتبقى محتاج الناس بتاعت الادمن او الناس الادمنستريتورز محتاج يتشيك الابليكيشن بتاعه ماشي ازاي اصل هيديك على البروجيك بتاعه اه حصل مثلا لود على الميموري اه حصل لود على ريسورسز معينة فيه بينزي مثلا فيها اه مشاكل كونفيجريشنز مزبوطة لازم يبقى عندك يو اي او عندك يعني مجموعة اند بوينس من خلالهم تينديكيت يديك انديكيتور كده او منتور للحاجة اللي انت ايه الحاجة اللي انت اشغال عليها. انا سبرينج اكشويتور ده بيوفر معاك الايه الجزئية دي او بيوفر معاك تلات حاجات بشكل اساسي. اول حاجة بيوفر معاك مجموعة كبيرة من الاند بوينس اللي انت ايه اه ممكن تستخدمها ان انت اه تمنتور البروجيكت بتاعك ماشي ازاي ويه بتاعتك ايه في البروجيكت وهكزا. فدي اول حاجة. تاني فيتشر انه بيديك مجموعة بيديك ماتريكس كده من خلالها تقدر برضو تمنتور الايه البروجيكت. الماتريكس دي بتقدر من خلالها تانتجريت مسلا مع حاجة زي ميكرو ميتر بحيث يعملك يو اي. يو اي زي اللي احنا شفناها كده في السلايد ده. ميكرو ميتر بيديك زي يو اي كده مجموعة من الداش بوردس والتشارتس اللي انت تقدر من خلالها تعمل ايه يو اي للبروجيكت بتاعك تقدر تمنتور من خلاله الدانية عندك مشي ازاي. علشان تانتجريت مسلا مع مع ميكرو ميتر لازم تكون مستخدم جسمها سبرينج اكشويتر. عشان يعني ايه يديك مجموعة من ال الاندوينت اللي انت من خلالها تقدر تانتجريت مع ايه ماكرو ميتر. الحاجات التالتة ان ان انت من خلال تقدر تقدر على تقدر تضيف مجموعة يعني بدى ال eiventز اللي انت من خلالها تقدر تقدر مثلا حاجات معينة زي آآ مثلا اليوزر بشكل معين او ان انت تستخدم آآ يعني بيديك مجموعة من الايه من اللي انت تقدر من خلالها برضو بحاجات معينة لانا كده نضيف الديبندانسي ونشوف الموضوع بشكل ايه عملي شو. عشان انا بشكل مبدئي انا طبعا لازم اضيف ال ايه عندي بالشكل ده. كل الموضوع ان انا بضيف ال ايه بحيس ان هو يضيف لي بتاع الايه بتاع الاكشو. آآ بس كده آآ بس كده. كل الموضوع ان انا ايه بضيف بس ال ايه عندي. وتعال كده نرن هو كده المفروض رن الاند بوينت ستشوفها ازاي كل الموضوع ان انا هكتب بقى لوكال هوست تمانين تمانين اللي هو اللي انا شغال عليه سلاش الاند بوينت اللي هو ده. هلاحز ان انا يعني بمجرد ما كتبتها يعني بالشكل ده هو هو جاب لي الايه? آآ جاب لي مجموعة مجموعة اند بوينتس كده ان انا آآ اتشيك مسلا بيها على الهيلس. هلسة مسلا بتاع البروجيكت لو ضغطت عليها. هتلاقي ان هو انا مسلا بيقولك ان الايه? بروجيكت اب. حاجة مسلا زي آآ دي استريكس. ايش يعني هي محتاجة ايه? محتاجة باس. آآ طبعا ما احنا ممكن ايه ناينيبل آآ حاجات تانية. خلينا كده نضيف الايه? آآ هو طبعا هو بي default ما بيكونش ضييف كل حاجة. يعني احنا هنا عشان يعني حاجات معينة. يعني طبعا فيه كزا حاجة هنشوفها دلوقتي مع بعض. آآ بس هو ما دينا كده بحيس ان احنا نانكلود او يعني ايه حاجات حاجات معينة من الايه? آآ الاكشويتور. انا نضيف كده. آآ ونعمل رستار. البروبراتي دي بتقول ان هو management dot endvoyant dot web آآ dot exposer include. وهنا معنا كده ان هو include ايه? كل الحاجة اللي موجودة. على كده نرفريش تاني. بتلاقي ان فيه حاجات كتير ايه? ظهرت معنا بالشكل ده. آآ منها مسلا البينز اللي موجودة. هنا بيقول لك اللي ايه? البينز اللي انت ايه? مستخدمها في البروجيكت. خلال الايه? الابليكيشن كنتك استيعينه كده. هنا بيقول لك مسلا الكاشنج. لو انت احنا طبعا موضوع الكاشنج ده لسه نتكلم عنه في الفترة اللي الجاية. آآ بس هنا بديك انت بوينت كده يقول لك الحاجات اللي موجودة في الكاشنج. لو انت ايه? عامل كاشنج يعني طبعا الفترة اللي جاية ان شاء الله هنقنبل موضوع الكاشنج ده. ونتكلم عنها. مسلا هنا انفو. بس واضحة ان ده ما فيهاش حاجة. في حاجات طبعا بتبقى محتاجة لايه? محتاجة معين او معين يعني. آآ الانفارمنتس اللي انت شغال عليها. لو عندنا كزا يعني. آآ موضوع يعني. يعني بدل ما تروح تبص على الفايل. بس هنا اللوج. هتلاقيه موجود معك كده في يعني في الويب. آآ بدل ما انت تروح تجيب الفايل ده آآ آآ سواء انت عامل مسلا الفايل ده عندك او كده لا انت ممكن ايه? كده اللوج فايل من على الويب على طول. فبيديك اند بوينت من خلالها تقدر تبنيتور الايه? اللوج فايل. الهيب موموري. بس هنا ده نزل لنا فايل. اللوجر. هننا بص كده على الماتريكس او هنا بيدينا برضو شوية ايه? دمب مسلا. اللي موجودة يعني بيديك هنا مجموعة من الانفورميشن عن اللي موجودة وكده. يعني هنا طبعا موضوع الماتريكس بقى. الماتريكس هنا مدينا مجموعة من الايه? يعني مجموعة من الكيز. مع كل ماتريكس طبعا يعني مسلا زي كده. هنشيل ده ونديله الايه? البرامتر بتاعها. هنا مسلا الابليكيشن ريت طايم. فبيدينا الطايم بتاكيشن ريت طايم اللي ايه? الفاليو مسلا بتاعته كزا. اه بول المكس بول. هنا ايه تاني الكنيكشنز. جي دي بي سي. ميموري مسلا. انا مسلا بيقولك الميموري اه مستقدمة. اه هنا مسلا سكا دي والتاسكس. فحز ان احنا عاملين هنا كزا سكا دي والتاسك هم. اشتركوا في القناة.